السلام عليكم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه ياربا كلكم تكونوا في احسن حال فيديو نهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا فيديو نهاردة هيكون فيديو مشجع كامل فيديو يا غالية للاخر في حاجات وتفاصيل ان شاء الله هتعجبك في الفيديو بس قبل من كامل الفيديو بتاعنا متنسوش تحطوا لايك للفيديو لو انت اقوم مرة بتشوف القناة عندي ساعدني جودك معايا يا غالية وطبعا هتنور عيلة الكبيرة وتبقي اختي من اخواتنا وتنضم ليها خديل الجولة كده سريعة في قلب القناة ان شاء الله هتعجبك زي ما انتو شايفين نهاردة السيدة اللي معنا هيكون سيدة كده متقلقة ويعني بصتوا عندها افكار وعندها حاجات جديدة ان شاء الله حاجات يعتبر تجديد وتغييرات غيرتها في بتها واولهم هو القافي كورنل زي ما انتو شايفين هي حبت ان هي تضفي شوية حاجات بما ان ان احنا بقى خلاص يعني دخلين على الكريسمس يعني شايفين كل حاجة الكوفي من سائل القهوة او السكر او اي حاجة حدتهم على شكل شجرة كنوع من التغيير او من التجديد بصوا بقى انا كنت اول مرة بصراحة اشوف الفكرة دي فكرة ان يكون في حنفية فوق البوتوجاز والحنفية دي مفروض ان هي يعني حنفية بفلتر ليه علشان يعني هي بتقول ان هي مفروض ان ان الحنفية دي هي يعني بتبقى سهلة جدا في حتة مثلا ان هي اه تطبخ منها او تعمل شاي زي ما انتو شايفين او اي حاجة يعني ايا يكن بقى هي بتعمل ايه فبتقول ان هي بتكون سهلة جدا ان هي مكانتش عندها فهي رجعت زي ما انتو شايفين عملتها او جددتها وهتشوفوا دلوقتي التغييرات والتجديدات دي اول حاجة كده اه ده الكوفي اه فزي ما انتو شايفين يعني هي بتحب التنظيم وبتحب الترتيب بشكل حلو جدا بصوا هي ساعات بتغير هي المكان القوفي عندها او مكان الركن بتاع الشاي او القهوة مش بيكون مثلا في مكان معين عندها هي بتقول ان هي بتحب تغير من هنا ل هنا لان هي ما شاء الله نببخ عندها كبير وواسع شايفين هنا برضو ده مكان تاني يعني شوفوا الاول كان فين وبعد كده ده مكان تاني لان زي ما قلت لكم ان ما شاء الله ان نببخ عندها كبير وواسع فبتقدر ان هي تغير تجدد برحتها طبعا هي هناك بتمسح كل الاجهزة الكهربائية اللي عندها في قلب المطبخ بما ان هي يعني كانت بتنظف المطبخ او بتعمل تنظيفة للمطبخ عايزة لكم ان التنظيفة دي او الكلام ده كله بعد ما هي مجددت او بعد ما هي عملت الجديد في قلب بتها طبعا ده البساقط او البسكت طبعا بتغسله كويس وبعد كده بترش كده من الكربوناتو في الارضية يعني بتاعت البسكت او ممكن مفيش عندك اي كلام ده ممكن تحطي مسحوق مفيش عندك مسحوق ممكن تجيب من منديل وتحط فيه رشة من البرفان سواء بقى معطر بتاع الارضيات او معطر اللي هو الزيت حلو جدا جدا مش هيخليلك اي روايح بسكت عندك في قلب البيت وعن تجربة يمكن ان نزلتها لكم قبل كده في الروتين من الروتين بتاعي على القناة التانية بتاعتي انيجي هنا بقى طبعا زي ما انت شفتو تحت الضرفة او تحت المطبخ ده تنظمها او ترتبها تحت المطبخ كل ده كان قبل ما تجدد التجددات اللي انا بقولكو عليه هنا بقى بعد ما جددت هي طبعا غيرت البتجاز هي كان عندها البتجاز اللي هو العادي مش البلتين بس حاليا هي غيرت و جابت البلتين وحتى كمان الحود هنا شايفين الحود باللون الابيض دلوقتي هتشوفوه استلست فانا حبيت اجيب لكو قبل وبعد عشان اللي حابب ان هو يغير او يجيب او يشوف او يعني يبقى فيه نظرية ما بين الحود اللي استلست والحود اللي هو الرخامي فده حاجة بترجع عليكم انا شخصيا افضل الحود اللي استلست ليه بصراحة انا بخاف من الحود الرخامي لقدر الله لو اي حاجة وقعت فيه مرة واحدة او كده ممكن لقدر الله انه هو يكسر هو بيبقى حود زي وزي الرخامة بالضبط ولكن هو مش وحش يعني فيه ناس كتير اشقرت فيه وفيه ناس كتير قالت لا انا بفضل او بحب الحود اللي استلست وهنا دي يعتبر التجديدات بتاعتها اللي كانت بتجددها طبعا هي كانت حطة الرخام زي ما انتوا شايفين وحطت تغيير من السيروميك او الاستيكر اللي بتحط على الحيطة زي ما انتوا شفتوا كده وكمان جبتلكوا بعدها بعد ما حطتها عاملة ازاي هنا طبعا الكاندي جور كانت حطة فيه الأوريو بتروس فيه الأوريو وبتحطوا كده ايه لأولادها طبعا هي هنا بعد ما كانت خلصت المطبخ وهنا كانت بتعمل خلطة للغسيل بتاعها وانا جبتلكوا قبل كده يمكن نفس الخلطة دي قبل كده كتير جدا جدا هي بتحطهم كده عندها في قلب في قلب الكاندي وبتعينها لما بتحب ان هي تخسل بتحطها وتخسل منها عادي بس هنا بقى برضو بصوا يعتبر ده كان روتين ليها او كان يعني حاجات بسيطة ليها فهي يعني يعتبر هتتلاقوا كده وراء بعضه غرفة النوم وكمان الطايلت والحاجات دي كلها ولكن كل الحاجات دي دلوقتي هنشوفها عملي هي اول حاجة اهو يعني يعتبر العملي فيهم ده الطايلت بدأت بالطايلت اللي هو مفروض اللي هو الصغير يعني وهنا كان الحاجات اللي هي بتعملها فيه بتعملها في الطايلت بتقول ان هي بتسيب ازازة المعطر دي وبتحط فيها زيت وبتسيبها كده على الطايلت وفي نفس الوقت كمان بتبقى حطة ازازة المعطر في قلب الطايلت وده طايلت بسيط جدا اللي هو مفروض ان هو الطايلت بتاع الضيوف هنيجي هنا بقى للطايلت المفروض ان الطايلت ده بتاع غرفة النوم عندها اللي انتوا برضو شفتو كده معايا طبعا هي هنا كانت بتحضر للكريسمس فزي ما انتوا شايفين يعني طبعا مش كلنا يعني عشان بس ما حدش يقول لي لا احنا مش بنحتفل بي او كده لا مش كلنا بنحتفل بي ومش كلنا يعني يعني مش كلنا بنحتفل بي ومش كلنا ما بنحتفلش بي فاهميني بس فطبعا كان في حاجات بقى هي بتزبطها الاول المهمة نيجي هنا بقى للحمام بتاعها او الحمام بتاع الغرفة بتاعتها ودي كانت جايبة جهاز زي ما انتوا شايفين الجهاز او الاداة دي حلوة جدا بتقول ان هي بتلمع وبتنظف كده التويلت عندها وزي ما انتوا شايفين زبطت التويلت وخليته زي الفل وطبعا هنا بتعمل بس شكل المناديل على شكل وردة كده ضافت بقى للمناديل برضو المعطر المعطر ده اللي هو بيكون معطر بالزيد عشان يعمل ريحة حلوة في قلب اللي طيلت بصوا بقى هنا هتستغربوا شوية هنا طبعا هي كانت بتغسل او الملابس بتغسلها وطبعا دي بتحصل عندنا كلنا فطبعا زوجها تلاقى كده تلاقى المفاتيح بتاعته وتلاقى حاجاته هي نسيها في البنطلون فقرر بنفسه ان هو اللي يقف يغسل الهدوم او يحط الهدوم وللأسف لما هو غسل وحط الهدوم هي بقى اللي اكتشفت ان الهدوم بتاعته فيها الفلوس بتاعته فطبعا من اللي كسب في الآخر هي فطبعا هو اهزار بينهم وبين بعض وكل حاجة ولكن بتحصل في احسن العائلة انا شخصيا قبل كده اكسم بالله كنت غسلت لزوجي بانطلون وكان البانطلون بتاعه كان فيه 1000 جنيه او والله 1000 جنيه مصري اه فوانا ولا كنت اعرف ولا الكلام ده بس الحمد لله الحمد لله جبت البانطلون والله العظيم وقاعد عايزة اقول لكم ان قاعد يوم كامل على الحبل بس لما جيت اجيبه الحمد لله والشكر لله اه لقى الفلوس فيها وبرغم ان هو عايزة اقول لكم هو ما سألنيش عليها هو عارف بقى ان انا اكيد طلعت الفلوس لو كان سألني كان بصه كان يوم يبقى يوم بس الحمد لله عدت على خير فانطلون فبحطي ايدي كده في الجيب ببصت لقيت الالف جنيه برغم ان انا عايزة اقول لكم مش من عوايدي ان انا يعني احط هدوم في الغسالة من غير ما ادور فيها ليه لان في حاجات بتبقى زي كده مهمة ممكن بطاقة ممكن فهمة الحاجات اللي هي المهمة يعني الفلوس ماشي بس بس في حاجات بتبقى مهمة اكتر وبرضي الفلوس مهمة اكيد يعني هو ده مبلغه مش مثلا مش خمسين مش عشرة كفى مني مش خمسة كده بس الحمد لله عادت على خير يعني انا حبيت ان اقول لكم الموقف ده عشان تاخدوا بالكوا بعد كده هنيجي هنا بقى ده لطويلت بتاعها ومفروض ان ده لطويلت الكبير بتاع الشقة وده لطويلت اللي هو مفروض بتاعها بتنظم فيه وبترتب فيه كل الحاجة زي ما انتوا شفتوا المناظ اللي الله ما سالعني ببارك فيه اللي قولوا معايا انا بنسى يا جماعة الحاجات بتاعتها التواج بتاعتها وحتى كمان اكسسورات بتاعتها وكل حاجة طبعا الفيديو كان شارح نفسه زي ما انتوا شايفين كده هنيجي هنا بقى مفروض ان ده هنا بتنظف او بتعمل التنظيفة بتاعت الحمام ده والحمام ده يعتبر اللي فيه البانيو الجاكوزي طبعا بصوا شايفين جو كده وروح كده بجد حلوة بصوا هو ده يعتبر برضو قريب من غرفة النوم دها ولكن هو المكان ده بيكون فيه بس الجاكوزي وده برضو يعني اخرته تنظيفة كده حلوة وكمان عملت الحوض بتاعتها بحيث ان الدنيا عندها تبقى تمام يعني والارضيات عندها والحاجة عندها تكون نظيفة طبعا كل ده هي بتعمله مع مشتريات الشهر بتاعها يعني لما بتجيب مشتريات الشهر بتاعتها فتبتلي ان هي تنظم الحاجات بالشكل ده انا يا رب تكون استمتعته النهاردة ويكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكم يعني بحاول كده ان انا جيبلوك على قد مقدر اي يعني بصوا اي حاجة بجد ان احنا نستفد منها كلنا زي كده مثلا انا شايفين هو حط مثلا ايه معطر الازازة دي وحطها في الطويلت دي فكرة حلوة ليه علشان تغيير الطويلت والكلام ده بتبقى فكرة حلوة حبيت ان انا اضفها لكم ده زوجها طبعا حبيت ان انا اضفها لكم عشان كلكم تاخدوا منها افكار وكلنا لو في عندنا افكار او نفسنا في افكار فعلا نستفد منها طبعا هنا الريسبشن بتاعها اضفت الريسبشن بتاعها وزبطته كده وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين بس كده حباب قلبي ده كان فيديو النهاردة وده كان السيدة الجميلة النهاردة اللي كانت معانا اشوفكم الفيديو الجاي واسبكم فرعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة